اشتركوا في القناة شاه زنان او شهر بانويه بنت يزدجرد ابن شهريار ابن كسرى ملك الفرس ومعنى اسمها انها سيدة النساء او ملكة النساء غير اسمها امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلى الله عليه وسلم قال بل شهر بانويه لان سيدة النساء هي فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الاولين والاخرين فلا ينبغي ان تكون هنالك امرأة تسمى باسم يفوق اسم فاطمة صلى الله عليه وسلم رواه الشيخ البليلي بسنده عن الامام الباقر عليه السلام ونص الرواية كالتالي لما اقدمت بنت يزدجرد على عمر اشرف لها عذار المدينة واشرق المسجد بضوئها لما دخلته فلما نظر اليها عمر غطت وجهها وقالت اوف بيرود بادا هرمز وكأنها بلغتها تتأفف وتدعو على ابيها هرمز جراء اسرها قال عمر اتشتمني هذه وهم بها اي بضربها فقال له امير المؤمنين عليه السلام ليس لك ذلك خيرها رجلا من المسلمين واحسبها بفيئه يعني بحصته من العطاء فخيرها فجاءت حتى وضعت يدها على رأس الحسين عليه السلام فقال لها امير المؤمنين ما اسمكي فقالت جيهان شاه فقال لها امير المؤمنين عليه السلام بل شاهر بانو قال الامام للحسين عليه السلام يا ابا عبد الله لتلدن منها خير اهل الارض فولدت علي بن الحسين عليه السلام وكان يقال له صلوات الله وسلامه عليه ابن الخيرتين فخيرة الله من العرب هاشم ومن العجم فارس شايف رؤيا قبل هذه المسيرة ان النبي محمد كان قد زارها زارها وخطبها قال له قال له عرض عليها الاسلام فاسلمت ثم في اليوم الثاني زارتها فاطمة الزهراء في الرؤية وقالت لها انه سوف يتزوجك ولدي الحسين عليه السلام ستكونين قرينة وارتها وجه الحسين وقد روى القطب الراوندي ان الامام علي عليه السلام عندما زوجها من ولده الصبت قال له يا بني احتفظ بها واحسن اليها فستلد لك خير اهل الارض في زمانه بعدك وهي ام الاوصياء الذرية الطيبة ولم تلبث بعد زواجها الميمون وفي الخامس من شعبان المعظم لعام ثمان وثلاثين من الهجرة ان انجبت الامام السجادة زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام وقد توفيت في نفاسها على ما هو المشهور في الروايات فالسلام عليها وعلى بعلها وابنها ورزقنا الله شفاعتها ورعايتها في الدنيا والآخر اشتركوا في القناة